إلى حياة كريمة حيث تواصلت أعمال القافلة العلاجية التي أطلقتها مدرية الصحة لليوم الثاني على التوالي بنجع الحجر التابع لمركز دراو في أسوان وتكونت القافلة من عشر تخصصات مختلفة وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان لجميع المترددين على القافلة وتحويل عدد من المرضى للمستشفيات التابعة لمدرية صحة بأسوان لإجراء العمليات الجراحية وحالات أخرى لعمل أشعة رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية بنستقبل حالات الجراحة وبنشخصها واللي محتاج أي وصفات علاجية بنكتبها له اللي محتاج أي تدخل جراحي بنحوله على المستشفيات المحيطة بالمكان تابعة لمدرية الشؤون الصحية بأسوان وبتعمله العملية على نفق الدولة وأي علاج بيتصرف من الصيدلية التابعة للقافلة مجانة القافلة بيتم فيها الخلع البسيط أي حالة فيها جراحة أو محتاجة حاجة غير الخلع بنحولها لوحدات التابعة لوزارة الصحة اللي هي بتبع قريبية للمنطقة الموجودة هنا أو بنحولها يعني الأخصائي تابعة برضو وزارة الصحة